أم عمر سيدة تواجه عبءاً ثقيلاً مع أطفالها الأربعة بحثاً عن تأمين منزل لهم معاقب انهيار سقف المنزل الذي كان يؤويهم معاناة أم عمر في هذا التقرير في هذا المنزل الواقع في محافظة الطفيلة كانت تعيش أم عمر مع أبنائها الأربعة قبل أن ينهار سقفه العلوي لتبدأ رحلتهم نحو معاناة جديدة أثقلت كاهلة أربعة أيتام وأمهم مشكلة عائلة أم عمر لا تختلف كثيراً عن غيرها من مشاكل الأسر العفيفة فبعد انهيار سقف المنزل بسبب قدم البناء وتآكله أجبرتهم لجنة السلامة في المحافظة على إخلاء المنزل كونه غير صالح للسكن ويشكل خطراً كبيراً على ساكنيه ما اضطر العائلة لاستئجار منزل آخر كنا ساكنين في البيت هذا طبعاً البيت هذا بنا قديم قبل تقريباً 35 إلى 40 سنة اللهم صلى الله عليه وسلم محمد فإيجا فجأة هيك قبل تقريباً شهر وقع لنا لأنه قديم بسبب الرطوبة بسبب الأمطار بسبب الثلجكة لأنه بنا قديم فطرينا ونجبرنا أنه نترك البيت ونخليه ونستأجر بيت بدله لأنه جتنا المحافظة احنا أول ما وقعت تجهنا إلى المحافظة جتنا معنا اللجة الصحة والسلامة وأجبرونا على أن نخليه استهلك دفع إيجار المنزل الجديد ما يقارب نصف دخلهم الشهري الذي يتقاضاه الأيتام من مؤسسة الضمان الاجتماعي بعد وفاة والدهم ما زاد من معاناتهم وسط ظروف اقتصادية صعبة الأجار اللي استعجرناه البيت 130 دينار ناخده من راتب الأيتام راتب لا يكفي لا الأجار ولا المصروف كون المعيشة هسه صعبة فقر وعوز تعانيه أم عمر وأبناؤها فهم بالكاد يؤمنون لقمة عيشهم فكيف يمكنهم ترميم منزلهم